كيف الشباب اليوم؟ اليوم رح نحكي عن تأخير ظهور الآلام وأوجاع العضلات بعد التمرين وشو أسبابها؟ وهل هذا الشي بدل على أنك ماشي على الطريق الصحيح لبناء العضلات؟ طيب عادة هاي الحالة بتصيبنا إذا أطعنا فترة عن التمرين ورجعنا على التمرين أو إذا كان الحمل التدريبي عالي وقاسي على العضل يرفعت أوزان تقيل وأجهدت العضلة أثناء التمرين ثاني يوم ممكن تحس بألام بالعضلات، ثالث يوم ممكن يزيد ورابع يوم ممكن يزيد هاي الحالة ممكن تكون من ثلاثة إلى خمسة أيام حسب شدة التمرين والحمد التدريبي طيب شو أسباب هذا الشي؟ في ناس كتير بتفكر أنه حمض اللاكتك هو سبب هاي الآلام وطبعا هاي الفكرة خاطئة حمض اللاكتك بيرتفع أثناء التمرين ممكن يسبب لك ألام وحرقان الجسم بالعضلات تفرز حمض اللاكتك لحتى تحول لكلوكوز لطاقة ولكن الوجع والألم اللي بيجي تاني يوم من التمرين وبيدوم لمدة كم يوم فمو اللاكتك أسد اللي بيسببه، سببه هو التهاب بالألياف العضلية نتيجة تلف بالليف والنسيج العضلي بسبب صدمة عضلية مثلا رفع وزن تقيل ممتعودة على العضلة، أجهاد كتير على العضلية، تمارين كتير للعضلية، انقطاع مسام والعودة إلى التمرين طيب هل هذا الشي بيعني أنه هذا الشي نحنا في تطور عضلية جيد لبناء العضلات؟ هلأ الالتهاب بالألياف العضلية هو ردة فعل من الجسم لحتى يصلح التلف هذا الالتهاب ردة فعل طبيعي جدا من الجسم لحتى يصلح التلف ويعمل استشفاء إذا بتلاحظوا أوقات إذا أجهدت عضلية كتير أو إليك قاطع فترة ورجعت أو رفعت وزن تقيل على عضلية بتلاحظوا فيها ورم ثاني يوم، صاروا ثالث يوم، وبس يروح الألم بيخف الورم منها شوي لأن الجسم بيسحب العناصر الغذائية والمية العضلية لحتى يعمل الاستشفاء طيب عموما هذا الشيء منيح، طيب هل لازم دائما بعد كل تمرين تاني يوم نحس بألم وأوجاع وإذا ما في ألم معناته ما عم نبني عضلات؟ كمان لا، جسمك مع الوقت هاي الحالة بصير تخف معه يعني بس يتعود جسمك على الوزن التقيل والإجهاد بالتمرين بصير تخف عندك حالة الآلام بالعضلات ولكن هذا الشيء كمان بيرجع حسب العضلة، في عضلات بتحس فيها بآلام تاني يوم وفي عضلات لا مثلا بعد تمرين الرجلين والصدر نسبة كبيرة من الناس تاني يوم بتحس بآلام بالعضلات وبعد تمرين الكتاف نسبة قليلة كتير من الناس بتحس بآلام بالعضلات تاني يوم طبعا إذا ما حسيت بآلام كبير تاني يوم بالعضلة أو تالت يوم مو معناته أنت ما عم تتطور، لا أبدا الجسم بيتأقلم وبيصير أقوى ويعني الألم بيخف مع الوقت ولكن كمان تاني يوم لازم تحس على الأقل أنه العضلة شادة يعني إذا عم تعمل إيطالي أو ستريتشينغ مثلا تحس أنه العضلة يعني فيها ورن بسيط يعني تحس أنه عملت شيء قبل بيوم، هذا الشيء بيدل على أنه شدة التمرين كانت ممتازة ووصلتك إلى مرحل تقطيع الليف العضلة طيب هل فينا نتمرن بيكون عندنا وجع كبير بالعضلات؟ فيك تتمرن ولكن ما يكون تمرين قاسي لأنه ممكن تنصاب إذا فيه التهاب الليف العضلة فخلي تمرينك تكرارات أوزان خفيفة لحتى يروح الألم وارجع أبدأ من جديد هذا كل شيء اليوم، أشوفكم الفيديو الجاي